اشهد سعادة سيد عدل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اشهد بمؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته افتراضيا الامم المتحدة مثمنا التعهدات التي تم الاعلان عنها خلال هذا المؤتمر بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى الذي واجه ازمة انسانية كبيرة فاقمتها جائحة كورونا والممارسات الحوثية التصعيدية وجرائمها بحق المدنيين وثمنا رئيس البرلمان العربي عاليا المشاركة العربية في هذا المؤتمر وبشكل خاص التعهدات التي اعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتي تحكس التزامها الاخلاقي والانساني تجاه الشعب اليمنى الشقيق وامتدادا لمساهماته الانسانية والتنموية لليمنيين وطلب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وصارم للتوصل الى حل نهائي ومستدام للأزمة اليمنية يحقق الامن والاستقرار وينهي المعاناة اليومية للشعب اليمني ويضع حدا للأعمال الارهابية والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشي الحوث الانقلابية المدعومة من النظام الايراني ٹ٥ ٹ٥ ٹ٠